موسيقى هو احد اهم وابرز مدربي حراس المرمى في منتخب مصر عبر التاريخ سجل حضورا عظيما ومشرفا في كتيبة الفراعنة بقيادة الراحل العظيم محمود الجهري هو المحارب فكري صالح فكري صالح درب حراس مرمى العديد من الاندية عقب اعتزاله وكان اصغر مدرب حراس مرمى للمنتخبات الوطنية لذلك يطلق عليه لقب شيخ المدربين نظرا لمسيرته الطويلة التي امتدت على مدار اكثر من ثلاثين عاما وبرز معه اسماء العديد من حراس مصر العظماء مع اجيال متعددة في تصفيات مونديال تسعين كانت الانطلاق العظيم مع الجهري والتأهل لنهائية كأس العالم بايطاليا بعد اقصاء الجزائر ثم ظهور مشرف في بليرمو امام طواحين هولندا والتعادل العادل امام ايرلندا وانجلترا كما نال المدرب المخضرم احد اهم القاب الكرة المصرية عبر التاريخ والذي تمثل في الفوز بكأس الامم الافريقية عام الف وتسعمائة وتمانية وتسعين والتي اقيمت في بوركينا فاسو ومع الجهري ايضا عمل صالح مدربا لحراسي منتخب الاردن خلال العقد الاول من الالفية الجديدة وسجل حضورا مشرفا في نهائيات كأس اسيا بعد غياب طويل ونال الجهاز الفني اشادة الجميع في المملكة الهاشمية مشواره مع الجهري لم يكن في انجازات الملاعب فقط بل كانت ايضا على الجبهة حيث شارك الثنائي في حرب اكتوبر المجيدة المحارب فكري صالح ابن القوات المسلحة وسلاح السعقة والذي نال شرف التواجد في ملحمة انتصار اكتوبر الخالدة عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين لتكون حياته دائما هدفها رفع علم مصر ام الدنيا